في جامعة اليوم أو ما فيه؟ سؤال تنقلته ألسن طلاب الجامعة اللبنانية الذين تشتتوا في مستهل العام الجامعي بين قرارين الأول تعليق الدروس ثلاثة أيام والثاني التدريس العادي في فروع الجامعة اللبنانية كافة فتحت شعار التفرغ حق والحق مطلبنا افتتح الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الأسبوع بإضراب مطلبي ثلاثي الأيام فتوقفوا عن التدريس في فروع بعض الكليات لكونهم ضاقوا ذرعا بعدم إدراج ملف تفرغهم في جدول أعمال مجلس الوزراء لذا وحرصا منهم على أخذ الغطاء الرسمي لتحركهم فقد حمل هؤلاء الأساتذة قضيتهم إلى وزير التربية حسان دياب لمناقشتها علما أن قرار تعليق الدروس قابلته برفض مطلق الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي سارعت إلى أعلان أيام الثامن والتاسع والعشر من الجاري أيام دراسة عادية لجميع الأعمال الأكاديمية واضعة تحرك المتعاقدين خارج مظلتها تعليق الدروس هو آخر الدواء الكي نحن مضطرين إلى تعليق الدروس لأنه من ستة أشهر الملف منجز أكاديميا صادق عليه حضر رئيس الجامعة اللبنانية ومعالي وزير التربية ولحد اليوم نحن بانتظار إقراره بمجلس الوزراء نحن متفقون معهم تقريبا على جميع نقاط الملف باستثناء الأضراب نحن لا ندعي إلى المشاركة نحن ندعو إلى الأضراب وعلى جميع الالتزام به من هنا اعتراضنا على أعلان الأضراب بالنسبة لموقف رابطة أساتذة المتفرغين نحن بتنسيق تام مع الرابطة الجامعة اللبنانية الأساتذة هذن جسم واحد نحن كل ياتنا بموقف واحد ومنعرف قديش التفرق قضية محقا ولكن الفرق هو بتوقيت تعليق الدروس هذا كان فقط اختلاف بالرأي ليس الأخر نحن دعيناهم للتنسيق وإياهم دعيناهم إلى عدة جلسات إلى عدة اجتماعهم لبناء جسر من الثقة نفاجأ بقيامة الحركات علما بأنه صرحوا لنا بأنه لن يضربوا وأنه لن يكون بأعمال سلمية أبدا وينتظرون الرابطة برأيك من يحرقون دكتور؟ أنا ما بهمني من يحرقون دكتور؟ أنا ما عندي جهاز مخابرات لكي أتحدث عن هذا الموضوع أنا أتعمل معهم بباشرة هم اتصلوا بعد إعلان الأضراب وعم يعتزوا وعم يقول نحن بدنا نحاول نتراجع عن الأضراب نحن نحمل الحكومة واجتمعها المسئولية الكاملة عن عدم إقرار التفرغ لحد الصاعة نحن مع زيادة أسماء للأساتذة الذين يستوفرون في الشروط وفقاً للمعاية الأكاديمية إذن ولأن اجتماع لجنة الأساتذة المتعاقدين بوزير التربية بقي في إطار الدعم المعنوي ولم يتخطى التشديد الشفوي على أن ملف التفرغ حاجة ملحة للجامعة الوطنية فقد أبقى الأساتذة المتعاقدون على قرار الاعتصام المركزي الثلاثاء عند الحادية عشرة من قبل الظهر يتبعه جمعية عمومية في كلية العلوم الفرع الثاني في الفنار والاعتصام الأربعاء أمام القصر الجمهوري تزامناً وانعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدة بين المتعاقدين والمتفرغين عام جامعي توقف قبل أن يبدأ ومسؤولية على الحكومة التي أقصت أسماء 579 أستاذاً عن الأسماء المطروحة للتفرغ علماً أن قانون الجامعة اللبنانية يلحظ على أن لا تقل نسبة المتفرغين فيها عن 80% دارين دعبوس قناة الجديد